دكتور المجموعات التقوية المدعومة أو اللي بتقدم دعم تعليمي وفي نفس الوقت بتكون بأسعار مخفضة رأي حضرتك والله هو يمكن لازم نبص للموضوع من أكثر من زاوية يعني احنا لازم نفهم أن المبادرة ديت معمولة عشان برضو نحسن وضع المدرسين طبعا بالنيابة عن كل المدرسين احنا بنصبح على كل زمائل المدرسين ولكن كلهم طيبين والمدرسين لازم يخدوا حقهم من باب من الاحترام والتبجيل إعلاميا واجتماعيا وماديا على أساس أن احنا هم دولة اللي بيطلعوا كل الوظائف يا فندم كلنا في أماكننا بفضل المدرسين كل واحد فينا في مكانه أي أن كان بيشتغل إيه بفضل المدرسين ربني يكرم حضرتك يا رب فأنا أقول لحيك من باب احترام وتبجيل المدرس دوت فمجميع التقوية فيها بعض المزايا وهي منها مثلا على سبيل المثال أنا وقت بكان وجهة نظر المدرس أن أنا كمدرس هروح المجموعة لو ساعتين عدد الطلاب 25 طالب أقصى عدد ب100 جنيه الساعة وليه الأمر بيتفحها فأنا على طول ممكن أنا كمدرس أخذ من 50 إلى 70 جنيه الساعة وقبض مباشرة بعد الحصة يعني أنا لو بعمل مجمع تقوية يوميا فأنا بالضبط كده بعمل زي أو بالشكل بالتقوية كده زي الدروس يعني أن أنا وانا مروح معايا فلوسي وبقبض مباشرة والحل ده حل كويس جدا جدا لتحسين ظروف المدرس طبعا من وجهة نظر وليه الأمر وليه الأمر راتب مبسوط أنه هو في مجمع تقوية بعدد أقل طبعا ده ضد السنترز أو الأماكن المراكز الدروس اللي ممكن العدد فيها يوصل لمية ل300 طالب في المجموعة فإحنا عندنا هنا 25 طالب ممكن مجمع تقوية في بعض الأحيان في بعض السنات تتبقى 200 جنيه الساعة هنا 100 جنيه ولكن وليه الأمر برضو هيقول هو الموضوع ساعتين في الأسبوع فهل ده ممكن يبقى فيه عبء كمان على وليه الأمر فهنا الوزارة بتقول على حسب برضو المستقل الاجتماعي في المحافظة وفي المنطقة منطقة بشكل عام ممكن ينزل شوية بالسعر بالسعر ونفس الوقت لو لعدد أقل من 25 يعني عدد مثلا 10 8 طلاب ممكن السعر يزيد شوية وديبقى مجموعات تقوية مميزة ولكن الفكرة الهامة للغاية الهدف الرئيسي أن أنا أدي عملية تعليمية فيها متابعة مع الطالب خاصة في ثقافة ما إناش نقدر نستبعد الدروس عن التعليم خاصة في كثير من محافظات مصر نحن لازم نكون واقعين مع نفسنا والقرار ده واقعي والفكرة كلها أن أنا بدل ما حارب الدروس فأنا بشوف حل موازي أرخص وأحسن أكثر كفاءة واحتراما لموقف الزروف المدرس بدي له حسابه على طول مباشرة مش بعدها فترة طول تمام ده جميل جدا ترجمة نانسي قنقر